بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياكم غدير غازي إن شاء الله في هذه المحاضرة سنشرح على الـ Action Center الـ Action Center هو مركز حلقة توصل بينه وبين النظام أنه يدزل يطين الرسائل اللي يقول لي عليها الـ Windows مثلا إذا كان أكوت في التحديث متوفر على سيرفرات الشركة أو اللي قال لي أنت فيروس أو أي رسالة من النظام اللي يبلغ ليها عن طريق الـ Action Center وتقدر تخيل مثل إذا عندك موبايل قائمة تنزل من فوق من الأندرويد اللي يطلع لك بها رسالة جديدة أو اتصال فائت أو فائت نفس الشي نفس الفكرة إنه فقط يبلغك يعني يطيك نوتفكيشن يطيك إشعارات وين أقدر ألقى الـ Action Center الـ Action Center موجود هنا بالـ Taskbar بأقصى اليمين يعني كاتب لي هنا نونيو نوتفكيشن يعني ما عندي إشعارات دوس عليها ونكلك طلع لي يفتح لي الـ Action Center وقال جاي يقول لي ماكو يعني نوتفكيشن ما عندك وغالباً إذا عندك نوتفكيشن طلع لك هنا على شكل يعني لسته أوكي وطلع لي هنا عدة خيارات أخرى يعني يعني قائمة مثل قائمة وصول سريع أقدر أستفاد من عدها بأدوات جداً مفيدة وتخدمني مثلاً هاي القائمة طبعاً هي هاي وضعية تكبير مالتها أقدر أسوها أصغر أصغر هاي طلع لي بس شغلات أربعة أو أسوها اكسباند راحتي حسب اللي شيء رايحني الشغلة الأولى هي شغلة التابلت مود إنه يحول لي الويندوز مالتي بوضعية التابلت أوكي كأنما أنا جاء يستخدم التابلت طبيعي والكيبورد مالتي يعني كأنما تابلت يصير الحاسب مالتي هاي إذا كان أنت جهازك يعني مثلاً شاشتك تدعم التوتش يعني شاشتك لمس فتا تستخدم يعني إصبعك بدل الماوس وإذا لا يعني ما تعجبك هاي الفقرة أو ما يحتاجها بس شيء أونيك لك يرجع على البوضعية الأصلية مالتيك الفقرة الثانية هي الويرلس وأكوال يعني يفصل إتصالات مالتيك يفعل جي بي اس مالتيك يزايد البرايتنس يقللها مالتيك يفعل بلوتوث يسوي وضعية حفظ الطاقة يسوي يشكل الشاشة مالتيك يعني 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 يسوي يعني يعني وضعية مثل سليب أو تكتب ملاحظات النوت أكو هاي خصاص تقدر تستخدمها أنت وشوفها وهي يعني بسهلة يعني ما بيها مشاكل آآ الشغل الأخرى أقول أروح سيتنغز مالتي إذا رحت على السيتنغز تطع لي وندوز سيتنغز هذه هي نفس صفحة كونترول بانل بس شوية محدثة صفحة كونترول بانل موجودة يعني بوندوز تين يعني ما تغيرت كونترول بانل بها كل شوية تفاصيل هاي هنا الوندوز سيتنغز هي شغلة يعني مبسطية لك إياها بيها يعني بيها معظم التخصيصات الموجودة كونترول بانل لو حت تحكم القديمة من دوز سبن أو وندوز ايت بس هنا شوية أحدثوا لك إياها الفقرة الأساسية بها أنه هي مثلا تروح على السيستم اللي أنا راح يعني يحجيك عن نظام صورة عامة الأمور اللي تخص النظام تفتح النوتفكيشنز على سبيل المثال اللي هي تخص اللي هي تخص اللي هي تخص اللي هي تخص اللي صفحة اللي قبل شوي شرحناها وبيها معظمة التفاصيل اللي إحنا تطرقنا لها بشي يعني لنختصار وتدير أنت تفوت عليها وشوفها وحدة وحدة ما يعني ماكو مشكلة تترباحة هي أو كلها تخص شغلك العام مع الحاسبة نرجع اللي هي هنا أقدر أخصص أقدر أشيل من القائمة الكويك أكشنز مالتي يعني أكو شغلات أكدر أبقيها أكو شغلات أكدر أشيلها عن طريق هذا يعاز أد أو رموف كويك أكشنز هاي الصفحة مالتي اللي هي تخص كل الإعازات الموجودة فأنا أقدر أشيل مثلا من الفي بي بي ان ما أريدها أو الباتري سيفر ما ريدة أو بروجك ما ريدة أرجع علي ألقاها ماكو مشكلة أو أقدر يعني أرجع أضيفها براحتي عن طريق التفعيل من أوف إلى آن أرجع على الأكشن سنتر ترجع تنظاف من جديد الشغلة الأخيرة بعد أنه أنا أقدر أسوي أرجع على الصفحة الأساسية وأقدر أغير بالترتيب والتنحسب بالشيء اللي أجمني أقدر أرتبها مثلا نخلي بلوتوث في بداية أخري تابوت مود بالأخير إلى آخره فهذه الشغلات يعني كل شيء بسيطة وسهلة تقدر أنت ترتبها على الشيء اللي أجبك لحد الآن يعني خلصة المحاضرة مال هذا اليوم اللي هي تخص الأكشن سنتر إن شاء الله راح نلتقوا معكم بالمحاضرة الجاية شكرا